اشتركوا في القناة 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 اصالة عامل اغنية لانست طول ما احنا سوا بخلي ام هيكل تعمل اغنية تسميها طول ما احنا خرا الفرحة من الالب بتكون الصراحة يا جماعة هذا الاشي مستحيل يصير يعني ممكن تروح تفتح النفية المطبخ ينزل منها عسل النسوان يصير انشخوا على الواقب الديناسورات يرجعوا للحياة الوحدات يواخد دوري أبطال آسيا مثلا ممكن يصيب كل إشي مستحيل إلا أني أطلع مرتي أو إشي زي هيك على يوتيوب أحد خيلوا أطلع معي مرتي في فيديو على يوتيوب نعمل تحدي الأندوم الحار بتكونوا يجم بتقعد تحكي لي بيبي كتير بحرق جيب لي عصير أقول لها بيبي خست الحرقة هلأ بجيب لك عصير لا يا جماعة لا لا ما لكو يا جماعة بدك تحكي عني متخلف متحجر شرقي غربي آخر الشارع على يمين أحكي شو ما بدك بس أنا مستحيل أرضى على حالي أطلع مرتي و 200-300 ألف واحد يشوفها على يوتيوب أنا أبوي طلعت معي فيديو حسيت حالي ضيئك شرف العين بتكوني أنا أطلع مرتي معي فيديو يجي واحد بتعليقات يكتب لي واو مرتك كتير بتعاقن أجي عليه أقول له حبيبي عيونك الحلوة بس كيف زوقي عجبتك أه ما لكو يا جماعة وين الشرف وين الرجولة وين القداحة اللي سعب أدور عليها بدأ أدخن مش لقيهم اللي بيطلع معاه مرتك على يوتيوب عشان يجيب عليها مشاهدات هذا بالنسبة إلي عديم شرف ادخلوا على أي يوتيوبر في الحياة بكل حاله فجأة بلش يطلع معاه مرتك وشوفوا فرق المشاهدات اللي بصير عنده روح تفهموا أنا شو بحكي وبعيد عن المشاهدات واليوتيوب وكل حكي هاتف أنت كيف ترضى على حالك يا سلمان عادي أنا بتقبل يطلع واحد يحكي عني متخلف لإني ما برضى أطلع مرتي ماء على يوتيوب بس ما بتقبل واحد يطلع يحكي عني عديم شرف لإني بطلع حماية على يوتيوب أعمل فيديو مع مرتك يروح يجيب نصف مليون مشاهدي والتعليقات كلهم بتغزلوا بجمال مرتك والله لأهجب عليكم على الدار واحد واحد النصف مليون شايفها هي هي نسوية رحيتها طالعة قاعد تكتب الكومنتات يا متخلف نعم يا جماعة بالفترة هاي اللي بحافظ على شرفه بكون متخلف واللي بطلع مرته وخواته وأمه يسعد الله شو أنك زلمي يا بل ما تكون يوتيوبر شو كان حلمك تصير المشكلة يا جماعة عنا بالوطن العربي جد ما حدا عارف شو بده يعني مسألت الأحلام بالذب تلاقيها مسألة غريبة بتلاقي واحد ماشي بالشارع في ولاد صغاب العبوطابي وصلت لعنده الكرة عند الجرشات ها بأجه وجاب قول بالغلط بصفر هيك بقولك بس أنا حلمي أصير ميسي إذا عاي من مرة جاب تسعة من عشرة بالدين بقولك حلمي أصير نبي يعني جد صعب ألاقي أحد عارف جد شو حلمه وشو هدفه الماشي عليه بالظبط الكل عشوائي هيك بطريقة غريبة خلص بروح بفتح الثلاجة بلاقي بورجر بقول كلها بلاقيها زاكي بقولك خلص أنا حلمي أصير مستر سلطع بتلاقي أبو عطام مفتاح السيارة قاله يا حبي بانزل اخسل السيارة بانزل بعد ما يخسلها بس رقها بأخذ فيها لفي بقولك خلص أنا حلمي أشتري شركة تويوتك بس يا عمي انت أول مرة بحياتك بتسوق سيارة ما تكون تفكر إذا بتدعس بريكو بانزل مع بعض السيارة بتعمل سكرين شوت لا لو سمحته ما حدا يتخوث على أهدافي وطموحاتي وأحلامي نادر ما تلاقي حدا عنده حلم حقيقي بسعاله مثلا أنا وانا صغير كان حلمي أصير عامل إطفاء هذول بطفو الحرائق ما بأعرف سبب وليش هيك كان حلمي كأني كنت مثقل السهرة عن بي سيتو مع بوي بس خلص كان حلمي أكون رجل إطفاء أدخل وطفي الحرائق وكنت كل يوم أظل أحضر عن دفاع المدني وكيف بطفو الحرائق وشو الطريقة اللي بيشتغلوا فيها وأنا عمري 16 سنة دار جيرانا حرقت أنا طفيتها قبل ما يوصلوا الدفاع المدني أصلا وظلوا هذا الحلم معاي لحد عمر 17-18 سنة لدرجة أني سجلت بالدفاع المدني أصلا بس لما إجت للموافقة وقبل الشغل بالدفاع المدني أنا رفضت أروح لأنني بالوقت هذا أنا جد بحث عن ذاتي وعرفت أنا شو بدي لا أنا ما بدي أكون عامل إطفاء مع كامل احترام ميقلهم بس لا مش هذا الإشي اللي أنا بدي أيا أبوي يخف عقله ويجع عليه بيقول لي ولك يفضل عرضك ما خلينا واحد بالأرض وإلا حكينا معاه ما خلينا حد إلا دفعنا لرشاوي ما ما دفعنا لأ دفعنا شوي بصراحة بس عشان يقبلوك وبالآخر بتقول لي ما بدي أروح وفعلا يا جمع رفضت أروح بهذه الفترة كنت أتابع واحد مصري اسمه عبدالله الشريف بعد ما تبعت هذا الزلمي قلت خلص أنا جد عرفت شو حلمي وأنا شو بدي بل الشباب أو البنات الصغر بالأمر اللي قاعدين بحضروا هذا الفيديو لا تتعاملوا مع أحلامك وإحساس أنه إشي عادي ممكن بدلوا نرجعوا نزغروا نكبروا لا ابحث عن ذاتك وأعرف جد أنت شو بدك وفني حياتك كاملة وأنت بتحاول توصل لهذا الإشي الرجل قد ما حكيت كلام عميق أخصم بالله من يوم وطالع ما أحد يحكي له هيكل الأعظم ندوني وزير السياحة وزير الثقافة كلام عميق أكثر من هيك ما بتلاقي هذ أعمق إشي خلص إن تعمق أكثر ما بترجع ليش أنت وأحمد أبو الروب شلت المتابعة عن بعض بالإنستجرام أنا بالعمدة خليت سؤال أبو الروب لآخر إشي عشان أخذ راحتي بالحكي فيه أول إشي أنا وأبو الروب ما شلت المتابعة عن بعض بالإنستجرام أنا وأبو الروب عمنا بلوك لبعض بالإنستجرام والواتساب والفيسبوك والتويتر وكل مكان يعني هسا لو بدي أسيب عليه بدي أبعثلي إياه بحمامي زاجل أول إشي يا جماعة أنا وأبو الروب بنعرف بعض قبل ما نكون يوتيوبر أصلا قبل ما نكون يوتيوبر ولا أنا أكون يوتيوبر البداية كان هو على فيسبوك على جروب اسمه يخوان وأنا كان عندي على فيسبوك أيامها عدد فكنت أدعمه على هذا الجروب بعد هيك وصار يوتيوبر وربنا وفقه بعدها لما أنا قررت أني بدي أدخل في يوتيوب ما في يوتيوب أرض أعرف بالعالم غير أحمد بنروب فحكيت مع استشيره شو أجيب كاميرا شو أجيب مايك شو هي الشغلات كلها ما بفهم فيها كون كل الأمان بوقت لساعدني وما قصة زي ما الكل عارف حكيت في الفيديوهات الماضية عرض علي يعمل مع الفيديوهات وانا اللي رفض لأنه إذا الناس بدي تتابعني عن طريق أحمد بنروب فخروا علي أنا أبو هيكل لا دويكات ولا عمر أبو الروب إذا ما بدك تتابعني عشاني أنا أخرى عليك لا تتابعني فبعد ما بلشت يوتيوب صفت أي إشي بصعب علي أحكي معا عن كيف أصور كيف أمنتج أرباح اليوتيوب كيف أستلمها كل إشي فمرة رأنا علي بدي ياني أعمل فيديو عن برهوم معراوي بحكي لي اسمع يا أبو هيكل بديك تعمل فيديو عن برهوم معراوي لا دويكات ولا عمر أخوي راضين يعملوا أنا بقول له يعني شو أعمل مش فهم شو اللي بصير بقول له شوف الواتساب بعث لك صور وشوفه بعث الصور كان كلهم تباريخ أنه أنا عامل فيديو بالتاريخ كذا وهو عامل فيديو ومقلدني وبصر شو فروحت بوقتها عملت فيديو أنه برهوم معراوي بسرق بحكي من أحمد بالروب وما فيه ثلين بيختلفوا أنه آه كان يسرق بس بوقتها أحمد استغل لي أني أنا ما بفهم كثير باليوتيوب وكان عندي شوية عدد بس تغل هذا الإشي عشان يهاجم برهوم معراوي فبعديها بس كبرت باليوتيوب بلاشت أفهم باليوتيوب اكتشفت إنو أحها شو هذا اللي عملتو أنا أنا كالصاحب محتوى انتقاد مفروض أنتقد ما بيعجبني أنا مش ما بيعجبوهو فمن وقتها صار فيه شوية تتشات بيناتنا روحت عملت عنه فيديو ورد عليه بفيديو وعملت عنه كمان فيديو ورد عليه انستجرام قضانها زي هي فطول الفترة هاي نتطوش ونتصالح نشيل عن بعض الفلو ونرجع عن بعض الفلو آخر شي حكياني مكالمة طويلة وكانت لأمور تمام وكل شي طبيعي لما قبل فترة مش بعيدة يا جماعة مش عارف كيف أحمد عرف أني قاعد بجهز فيديو وبدأحكي فيه عن صبا صبا شمع اللي هي حبيبة أبو الروب لا مش حبيب تصحب حبيبة أبو الروب يا حبيبي اسمع مني لقيتوا بعث لماذجات اسمع أبو هيكل احكي عني سب عليك أعمل شو هم بدك مسلا تحكي عن صبا بالله عليك فانا صفان زيك نوح أحمد انت غبي يعني واحد عامل زي فيديو رسالة للملك وعمل فيديو تجربته مع المخابرات الأردنية متوقع أنه بعد هيك فيديوهات بدك يخاف منك ويبطل يعمل فيديو عن صبا أبو هيكل أنا وصبا منحب بعض ووعتها أني ما أخليك تحكي عنها وأنا ما لأمي شو داخلك باللي أنا بقدمه مادام صبا عامل قناة على يوتيوب وقاعد بتقدم محتوى من حق أي إنسان أنه يطلع يحكي عنها ما بدك حدا يحكي عنها ما تعمل فيديوهات على يوتيوب ساعتها لما تعمل فيديوهات ليش بدنا نحكي عنها مادام صبا بتعمل فيديوهات من حق أي حدا يعجبه وما يعجبه وأنا أكيد ما رح يعجبني يعني محتوى هز بالك فأنا بصراحة مش مش ساعد أدافع عن حدا وأمدح حدا وأبطل أحكي عن حدا عشان أبني علاقات شخصية خوص بالكل يا جماعة المهم البستاهل ينحكي عنه وأحكي عنه المواضيع اللي بحكي عنها على قناة اليوتيوب اللي بخاف ويفكروا فيها تفكير بدك ياني أخاف منك ومعكيش عن صبا روح نقلع ولا يزمع بتحبها بتغير عليها لا تطلعها على يوتيوب تطلعها على يوتيوب بندحكي عنها حرنا بصرا يا جماعة يكون صنوا لنهاية الفيديو لا تنسوا أن الفيديو راح نزله الجاي ممكن بأي لحظة ينمسك فاحذروه أول ما ينزل وما حد ينشروه بأي مكان ثاني بصرا جماعة كاماكم محمد هيك عملاق شير اسبكرا بنشاهكم في الجاي